مشروع ميثودز هو عنوان المؤتمر المعني بتحديث أساليب التدريس في التعليم العالي بالأردن وفلسطين الذي تم الخميس افتتاح فعليات المؤتمر الختامي بالجامعة الأردنية وعملنا خلال هذا المشروع على ما يلي دعم وتشجيع وسائل تربوية جديدة في التعليم والتعلم من خلال التركيز على التعلم النشط والتعلم من خلال حل المشكلات والتعلم التشاركي من خلال توفير المؤتمر التعليمية على شكل فيديوهات قصيرة على منصة خاصة فيما يسمى اليوم في موكس ليتسنى توظيف الصف المعكوس والتعليم التشاركي وغيرها وسنترك بشكل تطبيق كامل خلال هذا اليوم على كافة النماذج التي تم ممارستها والقيام على تطبيقها في الجامعات الشريكة ونحن فخورين جدا في إنتاج نماذج مميزة على مستوى الأردن وفلسطين وعلى مستوى المنطقة في تطبيق هذه النماذج أهمية هذا المشروع هو إنجازه ولكن المرحلة الثانية الاستدامة والثالثة الاستمرار به والرابع هو النظرة المستقبلية لمزيد من هذه المشاريع ولتطوير كل هذه المناهج في التعليم العالي وانعكاساته على التعليم بشكل عام في وطننا الأردن وفي كل الدول العربية وهنا عندما نتحدث عن الأردن نتحدث عن التوأم الأردني الفلسطيني في موضوع الجامعات الأردنية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية هي طريق الذي نسير عليه الآن نحن في قطاع التعليم العالي في الأردن وحقيقة ابتدأت تعطي بعض النتائج الملموسة في قطاع التعليم العالي وفي قطاع التربية والتعليم لأن سعادة الممثل تطرق إلى قضية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والتربية والتعليم في المدارس التربية والتعليم يهدف هذا المؤتمر إلى عرض أبرز النتائج التي تنعكس إيجابيا على آلية تطوير وتحديث قطاع التعليم رامل عيسى الحقيقة الدولية